يبقى نركز مع بعض جدا يبقى اختيار الاسم وبعدين العقيقة بإذن الله جل وعنه طيب وعن جعفر الصادق عن أبيه قال وزنت فاطمة شعر حسن وحسين وأمة كلثوم فتصدقت بزنته فضة يعني لما ولد الحسن قامت بحلق شعر الحسن ووزنته وقيمت ذلك آي أنها رضي الله عنه وضع وزنته فضة ثم أخرجته على المساكين وبعد أن ولد حسين قامت بحلق رأسه ثم وزنته فضة ووزعته على المساكين ثم لما كانت أم كلثوم و التي تزوجها عمر رضي الله عنه وارضاه فعلت ذلك ووزنته فضة ووزعته على المساكين طبعا الرواية دي مرسلة لكن رجالها ثقاء لكن رجالها ثقاء الحسن بن علي نسبة لخصاله وصفاته الحسن بن علي كان سيدا ولما لا وهو السيد كما قال الإمام الذهبي رحمه الله في سير أعلى بن ولأ في ترجمة كذا في ترجمة أخيه في ترجمة حسين بن علي هو السيد يعني كان سيدا وسيما أي وكان وسيما أي وكان جميلا ولم لا وهو الذي كان أشبه الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم ولذك حينما نقول كان وسيما أي كان جميلا أي كان أجمل الناس لأنه كان أشبه الناس بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يبقى أول نقطة كان سيدا أو هو السيد مش كان فقط على اعتبار الماضي لا كان سيدا وهو سيد طيب ولذلك النبي يقول عليه ولدي هذا سيدي بل النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحسن وحسين هما سيدا شباب أهل الجند سيدا شباب أهل الجند إذن هو سيد وهو وسيم أي جميل لأنه أشبه الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم ولذلك العلماء يقولون كان وسيما ثم يقولون وجميلا هي وسيم هي جميل ولكن الوسامة أكثر ارتفعنا من ضجا حتى من حيث المعنى اللغوي طيب وكان عاقلا أي آتاه الله العقل أي كان حكيما والمعلوم أن الحكيمة هو الرجل يقول قولا ما في وقت ما على نحو ما أي كان رجلا عاقلا أي لا يلقي بنفسه في المهالك ولا يعضد نفسه للفتن ما ظهر منها وما بطن ولا يكون والعياذ بالله يعني من الذين يسعرون أماكن الفتن أو الحروب بل تره عاقلا يتحمل الناس يتحمل القريبة ويتحمل البعيدة ويثبت على الحق ولا يتزلزل ولا يميل إلى الفتن ولا يراها بل يفر منها وكان حليما نعم بالنسبة للدارس لترجمة هذا سيد الإمام يراه حليما فلقد تعرض للكثير من الأذى من الحمقة سواء من الخوارجي أو من الشيعة تعرض لكثير من الأذى من الخوارجي ومن الشيعة ولذلك كان حليما لا يواخذ هؤلاء بما فعلوه ولا يهبط إلى مستواه أي لا يتدنى إلى أفعالهم ولا إلى أخلاقهم على الإطلاق لكنه اتسم بالحلم وكان رازينا نعم ثبت ذلك في مجالسه ثبت ذلك في كلامهم مع الآخرين ثبت ذلك من حيث الصفة العامة لهذا السيد الإمام كانت جوادها نعم كان كريما جدا وكان يعطي بلا حساب وإن الكتب أو أن كتب التراجم والسير حافلة بذلك وبخاصة التي تتحدث عن هذه الصفة وعن هذه الخاصلة وكذا بالنسبة للتحدث عن ترجمته هذا الإمام حتى أنه يعني صلى بجواله رجل سأل الله عشرة آلاف درهم فما كان منه بعد انتهاء الصلاة إلا أن أخذه وعطاه عشرة آلاف درهم وهو لا يعرفه على الإطلاق فما بالكم بالذين كان يعرفهم الحسن ابن علي كان يعطي القاصي والداني ولا يحرم أحدا من فضل الله أبدا كان خيرا اتضح ذلك في عطائه في كرمه في جوده في معاملاته في أسفاره من حيث المعاملة أيضا وكان دجنا كان متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم وكان دجنا يخشى الله جل وعلا كان يتق الله جل وعلا وكان يراقب الله جل وعلا في حركاته وسكناته وأقواله وأفعاله وكان ورعا نعم كان يتورعه عن الحرام وكان أزهد الناس في أمور الدنيا أي كان أزهد الناس فيما فيه ذر من شبهة ولذلك يعني اتسم ووصف بالورع وذا كان سيدا في هذا الباب أيضا كان سيدا الورعين أي من بعد النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين كان سيدا في هذا الباب كان ورعا وكان محتشما وكان كبير الشأن وكان ذا سكينة ووقع لم يكن بالخفيف ولم يكن بالمتسرع ولم يكن بالذي يأخذ الهواج أو تأخذ العصبيات أو ما شبه ذلك لا لكنه كان ذا سكينة ووقع وكان يكره الفتنى وكان يكره الفتنى والسيف أي يعني حينما يقل والسيف هو كان يكره الفتنى أي والسيف ليس مطلق السيف لأن الإنسان لا يكره مطلق السيف فإن السيف فإنما يكون في الجهاد في سبيل الله جل وعلا ويكون في تطبيق حدود الله جل وعلا إلى آخر هذه الأمور أما الكراه هي للسيف في حال الفتن في حال الفتن ولم لا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح ستكون فتن ستكون فتن النائم فيها خير من المتجع والمتجع فيها خير من الجالس والجالس فيها خير من القائم والقائم فيها خير من الماشي والماشي فيها خير من الساعي قتل قتلاهم كلهم في النار قتلاهم كلهم في النار حتى بالنسبة للصحابين وهو يقول للنبي يا رسول الله فما أصنع إن أدركني ذلك قال فالزم بيتك أي لزم دارك وفي رواية فالزم مصلاك قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت إن تبعني وخفت بريق سيفه أي خفت أن يفتلني بريق سيف أرأيت إن تبعني يعني أرأيت إن دخل علي داري ودخل علي مصلاك وخفت بريق سيفه قال فضع يدك على كوعك هكذا فضع يدك على كوعك هكذا أي حتى تخبئ عينيك وقل ربي وربك الله وفي مثل دعه يبوء بيثمي ويثميك فيكون من أصحاب النار وفي مثل كن كأحلاس البيت وفي مثل كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل وفي مثل كن كخير ابني آدم ماذا قال ابن آدم لأخيه لإن بسط إلي يدك لتقتلني لإن بسط إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بيثمي ويثميك فتكون من أصحاب النار إلى آخيره ولذلك هذا ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم طبعا هذا حكم بخلاف الصائل وأيضا بخلاف المجرم الصائل أيضا الذي يريد أخذ المال أو الذي يريد انتهاك الأعراض أو ما جابه وأيضا يختلف عن الحكم في ساحة الوغى في القتال في سبيل الله جل وعلا وحينما يقل أيضا قتلهم كلهم في النار لا يندرج على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن قتالهم كان عن اجتهاد المجتهد المصيب له أجران والمجتهد المخطئون له أجر واحد ولأن الصحابة كلهم عدول بخلاف الآخرين طيب وكان من كاحا مطلاقا كان كثير الزواج كثير الطلاق حسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه كان من كاحا مطلاقا كان كثير النكاح كان كثير الطلاق ولذلك قيل إنه تزوج بمئة امرأة وقيل تزوج بخمس وسبعين امرأة وقيل تزوج بسبعين امرأة وراجح أنه تزوج بسبعين امرأة وراجح أنه تزوج بسبعين امرأة وقلت أخر حجبا في هذه قبل الدخول في سرد الأدلة كان شبيها بالحبيب ومن دبا همسكها عنصر عنصر كان شبيها بالحبيب كان شبيها بالنبي صلى الله عليه وسلم أول نقطة هنطلق فيه بقول بالنسبة للحسن بن علي بن أبي طالب كان شبيها بالنبي صلى الله عليه وسلم فعن ابن أبي مليكة عن أقبى بن الحارث قال صلى بنا أبو بكر الصلاة أي بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وهذا أمر معلوم إنك ميتون وإنهم ميتون وما محمد إلا رسول قد خلط من قبله رسل أفإن مات أو قد لن قلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبي فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين مات النبي صلى الله عليه وسلم المهم هنا رواية من طريق العقبة ابن الحارث قال صلى بنا أبو بكر العصر ثم قام وعلي أي قام هو أي قام أبو بكر وعلي يمشيان بعدما أبو بكر صلى بالمسلمين في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة بعدما صلى العصر بالناس أخذ بيد علي وخرج يمشيان فرأى الحسن يلعب مع الصبيان يعني مع الغلمان أبو بكر قال حسن وطفل صغير بيلعب مع الغلمان فأخذه أبو بكر فحمله على عنقه يعني أبو بكر جاي بالحسن شيله كده حطه على العنق ثم قال له قال له إيه بأبي شبيه بالنبي ليس شبيه بعلي أنا عارف في نسل وقت يتصنى إيه ليس شبيه دي قابت من العرب ده المهم هذا هو الثابت عند الإمام البخاري بالرافع وبالرافع نعم هذه لغة وفيها أحكام هذه لغة وفيها أحكام وعلى الرافع أقوال ويصح بإذن الله جل وعلا المهم يبقى إذن عندي أن أبا بكر لما صلى بالناس العاصرة وأخذ بيد علي بن أبي طالب يمشيان رأى الحسن ابن علي يلعب مع الغلمان فما كان من أبي بكر رضي الله عنه وارضاه إلا أن حمل الحسن ابن علي على عنقي أمشيله كده على رأبته وأم يرحك أبو بكر بأبي شبيه بالنبي ليس شبيه بعلي من تشكل أبوك انت شكل النبي من تشكل علي بن أبي طالب انت شكل النبي ولذلك كان شبيها بالنبي صلى الله عليه وسلم يبقى نركز على لي جدا كان شبيها بالنبي علي بن أبي طالب طبعا ماشي معا ببكر لما سمع ذلك ابتسم علي رضي الله عنه وارضاه لأن عليا كان يعلم أن الحسن شبيه بجده صلى الله عليه وسلم دي عند الإمام البخاري في مناقب الحسن والحسين وقلنا لغة هنا الرافعة طيب عشان ما حدش الصرع بس قل ليس شبيه دي لا فيها لغة طيب وقال الزهري قال أنس قال الزهري زهري بقول إيه قال أنس أنس دمين دخل من نبي صلى الله عليه وسلم وطبعا من أقول أنس ده خادم النبي صلى الله عليه وسلم هو من احترام من الطوافين على النبي صلى الله عليه وسلم وبعدين في بيت النبي صلى الله عليه وسلم جالس مع النبي صلى الله عليه وسلم في خدمة النبي صلى الله عليه وسلم وبالطبع يعني شايف الحسن والحسين في كل لحظة فعن أنس قال إيه كان أشباههم بالنبي الحسن ابن علي يعني كأنه يقول أن الحسن ابن علي أشبه الناس بالنبي ولذلك من غير ما يسأل أنس بن مالك يقول لهم ايه قال أنس كان أشباههم بالنبي الحسن ابن علي يعني أشبه الناس بالنبي صلوه porque يعني أنس بيقول ألهم عارفين مين اللي أشبه الناس بالنبي كأنوك لما تشوف دي يعني في الشكل في الشباه اه قالوهم الحسن بن علي للي شكل النبي بالضبط للي شكل النبي بالضبط طيب ده عند الترمذ وعند التبراني عند عبد الرزاق وعن علي رضي الله عنه وارضاه اللي هو الوالد هنا والد الحسن عن علي رضي الله عنه وارضاه قال الحسن أشبه الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين الصدر إلى الرأس الوالد هنا اللي بيكلم بها والد الحسن اللي هو عبد نبي طالب بيقول ايه الحسن أشبه الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين الصدر إلى الرأس ما بين الصدر هنا إلى الرأس وبعدين والحسين أشبه به ما كان أسفل من ذلك يعني أما بالنسبة البنية الحسين يعني هي أشبه ببنية النبي صلى الله عليه وسلم ما كان أسفل من الصدر يعني ولذلك تمتع الحسين بشبه من النبي وتمتع الحسن بشبه من النبي إلا أن الوجه بالنسبة للحسن كان يشبه وجه النبي صلى الله عليه وسلم طبعا عندي التلميذة في المناقب وصحاها وعن ابني عباس وعن ابني عباس يعني إحنا جبنا عروة اللو عقب بن الحارث وجبنا شادت في ذلك لما تحدث عن أبي بكر وهو يشهد للحسن بأنه شبيه النبي وأتينا بعد ذلك بأنس وهو يشهد بأن الحسن هو شبيه بالنبي وأتينا بعد ذلك بعلي الفول والد للحسن وهو يشهد بأن الحسن شبيه individuals والنبي والآن عن ابن عباس اللي هو ابن عم على ابن آبي طالب ابن عم على ابن آبي طالب عن ابن عباس ترجمة القرآن وحبر الأمة عن ابن عباس رضي الله عنهما وارضهما قال أنه يعني الحدود حسن أشبه الناس برسول الله ولجالك إذا جاء إنسان وقال لابن عباس لقد رأيت النبي في المنام ما يقوله كده رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام يقول له ايه صفه لي يوم ابن عباس يقوله صفه لي وصف شكله فإن قال له إنه يشبه الحسن ابن علي قال رأيت النبي يبقى أنت كده شفت النبي إن قاله أنا شفت بشكل الحسن ابن علي يعني الشبه كبير أوي شبه بعض الحسن والنبي فإن قال له إنني شفت بهيئة الحسن أو على شكل الحسن أو إن الحسن يشبهه رأيت النبي يقول صفه لي يقول رأيت النبي على شبه الحسن بن علي يوم يقول له لقد رأيت النبي يبقى أنت حقا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وأنه شبه الحسن بن نبي صلى الله عليه وسلم يبقى شوف عندي من طرق الدئين ولذلك هذه طرق متواترة تثبت الشبهان بين الحسن رضي الله عنه وارضاه وبين سجل الخلق بين رسول الله صلى الله عليه وسلم بين سيدنا الحسن وبين سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أنتهي بقى من قضية الشبه في أن الحسن شبيه بالنبي صلى الله عليه وسلم وأن تاقل إلى نقطة ثانية ألا وهي حب النبي صلى الله عليه وسلم للحسن يبقى عشان نبقى مشهين بالترتيب تحدثنا عن ميلاد الحسن تحدثنا عن كنية الحسن تحدثنا عن بعض صفات وخصال الحسن تحدثنا بعد ذلك أيضا عن وصف الحسن في أنه شبيه بالنبي صلى الله عليه وسلم هذا كان بعد يعني السنة التي أجريت للحسن بعد مولده اللي هو طبعا العقيقة التي أجرت للحسن وما ترتب عليها والآن بعد إذ تحدثنا عن شبه الحسن نتحدث عن حب النبي صلى الله عليه وسلم للحسن قال أسامة كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذني والحسن أي كان النبي يأخذني ويأخذ الحسن وأخذنا نحن اثنين مع بعض لواء أسامة بن زيد كان النبي يأخذني والحسن ويقول اللهم إني أحبهما لواء أسامة والحسن اللهم إني أحبهما فأحباهما دي عند البخاري وعند إمام أحمد وعند ابن سعد في الطبقات طبعا الكلام كثير في حب نبي للحسن بن علي يعني نأتي بكلام يعني تفيض له العين بالدمع والإنسان مع ترامي حينما يفعل ذلك لم يفعل ذلك كبيرا على الإطلاق بل إن أبا هليرة لما سامع بحب النبي للحسن بن علي كان كلما رأى دمعة عينا ولا أغر على الإطلاق المهم لأن الوقت قرنفج فأقف عند هذا الحد بإذن الله جل وعلا وإلى أن ألتقي بكم وبكن في حلقة قادمة إن شاء الله جل وعلا السلام عليكم وعليكم ورحمة الله وبركاته